في طار مكفحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات تمكنت ليلة أمس عند منتصف الليلة تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابع للقطاع العملية لتيبازا نحي العسكري الأولى من القضاء على الإرهاب الخطير ها أحمد المدعو عقبة والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1998 وجاء هذا إثرى تطويق واقتحام لمخبأ الإرهابي قرب بلدية غورايا هذه العملية التي طبعا مكنت من استرجاع مسدس الشاش من ناوك لاشينكوف ومخزن ذخيرة مملوء وقنبلة يدوية تقليدية الصنع وكذلك منظار ميدان وأربعة هواتف نقالة